وصل أرسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة وصل إلى ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك لحضور منافسات بطولة القتال التي تنظيمها منظمة القتال النهائية ودعم المقاتلين المحترفين بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة حبيب نور محمدوف وإسلام مخشيف وفور وصول سموه إلى مطار تنبى الدولي توجه إلى المقاتلين للاطمئنان على آخر استعداداتهم مؤكدا سموه على ثقته الكاملة في قدرات وإمكانات المقاتلين في تحقيق نتائج مشرفة في البطولة خاصة المقاتل حبيب الذي يتمتع بمؤهلات عالية وقوة وتركيز عال وقدرات قتالية تختلف عن الآخرين وتمكنه من الفوز منوها سموه إلى أن المقاتل الإسلام هو الآخر يتمتع بأسلوب مميز وقادر على البقاء في هذه البطولة وذلك بفوزه في النزال متمنيا سموه للمقاتلين كل التوفيق في هذه المشاركة من أجل رفع اسم مملكة البحرين في هذا التجمع الرياضي العالمي وأشار سموه أن المشاركة في هذا التجمع الرياضي سيكون له مردود إيجابي لتعزيز القاعدة التي تأسست لمملكة البحرين في هذه الرياضة بالإضافة إلى التأكيد على مكانة منظمة سموه لفنون القتال المختلطة خاصة وأن هذه البطولة تلقى اهتماما كبيرا من أهم وسائل العلام العالمية كما أكد سموه أن الفوز في بطولة القتال النهائي سيكون خطوة جديدة نحو الارتقاء بمستوى هذه الرياضة وحافزا كبيرا للمقاتلين البحرينيين لتطوير مستوياتهم للمشاركة في أكبر المحافل العالمية ترجمة نانسي قنقر